احنا عايزين بقى ايه? نبقى قفلنا الطبيك بتاع الماتشنج كومبليت للنهاري. تمام? طيب. احنا قلنا يعني ايه? ماتشنج ناتورك. ماتشنج ناتورك دي ديفايس. في العادي بتقاتوه بورت. بتتحط ما بين سورس و لود. بهدف ايه? بهدف النهية على الراجعة تاني على السورس. يعني ايه? الهدف بتاع الماتشنج ناتورك. هو ان الرفلكتد سيجنل تبقى ايه? بتبقى بروتو مينيما. ايديا اللي تبقى زيرو. وذين البندو في انترست. مش كده? وبراكتكالي بتبقى بلو سيرتن لابل حسب ما ايه الريكوارمنتز بتحدى. ده معنى ماتشنج ناتورك او ده الهدف من عملية ايه? الماتشنج. تمام? وقلنا ان الماتشنج ناتورك بيبع عليها شوية آآ ريكوارمنتز زي ان هي تبقى اللصص فيها اقل ما يمكن. مش كده? لو كانت دي موجودة في المين سيجنل باث. تحقق الباندويت بتاع السيستم مش كده? وتكون مع التكنولوجي اللي احنا شغالين بها. يعني ما يبقاش الواحد محتاج يروح من مثلا تكنولوجي يروح لتكنولوجي تانية علشان يعمل عملية الماتشن. تمام? طيب. طرق الحتة اللي فوق في اللي هي واحدة من الاجزاء اللي كنا اتكلمنا عليها في المحاضرات اللي في اول الكورس خاص. تمام? اللي هي ايه? الابجكتب او التوبيكس اللي احنا عايزين نغطيها في الكورس. تمام? فاحنا الوقت بنركز على الماتشنج تكنيكس. الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها الريزيستب والترانسفورمر بيزد. آآ دول اتفقنا ان احنا مش هتركز عليهم قوي لان هم عندهم مشاكل. مش كده? لكن بتاعته بتبقى سيئة جدا. الترانسفورمر عنده مشكلة ان هو نفسه محتاج another ماتشنج ناتول. مش كده? دي من الطرق اللي احنا اتكلمنا عليها وقلنا دي من الطرق المنطقة الاي حد بتعلم شوية ايه? سيركت ديزاين. مش كده? هيستخدم L و C بهدف ان يعمل ترانسفورميشن من اللود امبيدنس للسورس امبيدنس. تمام? فالطريقة دي لما بكون بتكلم في المايكروويف ماينفعش استخدم اي L و C لهم اي شيب لان الاندكتور والكاباستور اللي متصنعين لللوو بريكنسي بتبقى الاكويفلانات موضل بتاعهم في حاجة ممكن تخليه مش اندكتور ومش كاباستور تمام? فبنستخدم حاجة اسمها chip component. فيما يبقى عندي chip resistor. لو انا بتكلم على عايز اعمل resistor بس في ال micro frequency. يبقى منتوريز كل الكمبوننت دي مشتركة في خاصية انه هم size بتاعهم ايه? extremely small. small يعني ايه? يعني بالنسبة للwave length اصغر بكتير من ايه? من لند على اربعة لند على خمسة. كل ما يبقى اصغر من لندة بكتير كل ما يبقى ايه? ما يبقى احسن. فبيقول ان الكمبوننت دي مينياتورايز. تمام? منامنمة يعني. كلمة بالعربي منامنمة. صغيرة ايه? الـ chip resistor ايما بابلينر. في بعض الـ chip resistor لو فتحنا بتاعتها بنلاقيها عاملة حاجة زي كده. بيبقى اثنين conductive surfaces. وما بينهم medium loss. وبنزبط اللاص بتاع الماتيري اللي في النص دي بحيس ان هي تبدينا resistance اللي احنا عايزان. تمام? الـ inductor في العادي الناس في هو بيعمله. بيعمله على الايه? على اللامنت او اللي هو شغال عليه. لو هو وذين الـ chip بيعمل مجموعة من من اللفات فيطلع ايه? certain inductors. وبيقعد يتون عاد اللفات لحد ما يجيب الـ الل اللي هو عايزه. ونفس الكلام لو احنا على الـ board او جوه بتاعت الـ chip. تمام? فالـ inductor يقام ما بنعمله loop. تمام? يقام ما بنعمل ايه? بنعمل inductor وبعدين بنجي في النقطة اللي في النص. بنضطر نطلع منها عشان نرجع تاني للدائرة الخارجية بايه? بـ bridge او بـ via. يعني ايما اعمل air bridge. ايما اعمل ايه? النقطة اللي في النص اللي انا اتزنقت فيها دي انزل بـ via. اروح للاير تانية. وبعدين ارجع تاني للاير اللي انا اشغال فيه. تمام? مفيش حاجة اسمها ان انا اعمل بقى ايه? اني عندي core وبالف عليه الـ inductor. ده مش موجود. اه? لو انا اشغال printed يعني. فيما بعمل loop واحدة وبتجيب لي الـ inductor اللي انا عايزها واكبر حجمها لحد ما اوصل الـ inductor اللي انا عايزها. ايما لو انا عايز اجيب inductor بس الارية محدودة بعمل مالتي ايه? مالتي turns يبقى بعمل سواء كان شكله سيركلر او كان شكله ايه? اي حاجة تانية. مش كده? على حسب ما التكنولوجيا بتسمح ان احنا نشكل ايه? شكل الـ line. الـ caps نفس الكلام. يما بعمل chip capacitor اثنين plates conducting وما بينهم مادة مش لاصي بقى في الحالة دي. او كان resistor بيقى المادة ايه? لاصي لان انا عايز اجيب resistance. هنا انا عايز الـ dialectric عنده certain epsilon r بحيث ان epsilon في ايه على دي تديني الـ capacitors اللي انا عايزينه. وبنقفل على ده package وبنطلع له ايه? pins علشان نعرف نعمله mounting على البولد. يعني ده المنزر ده كده وانحنا مطلعينه من جوه الايه? الباكج. احنا بنشتريه بتبقى زي الـ chip. بتبقى حاجة بلاستيك وطالع منها شوية ايه? رجلينات. تمام? بتبقى ايضوب اكسبوزد metal surfaces كده بنسميها الـ pinz بتاعت الـ chip. ودي بتبقى surface mounted على طول على الـ PCB. تمام? الممكن يبقى شكله حاجة زي كده. metal insulator metal capacitor. ده بنسميه memcap. memcap. سواء برضو عمل اشترناه هو package او احنا اللي عملناه جوه الـ process بتاعت الـ chip اللي احنا شغالين جوه الـ chip. تمام? ممكن نعمل planer capacitor. يعني مايبقاش معدنين كده ونص ما بينهم dielectric. وانا اشغال كده printed line. اعمل حاجة اسمها inter digital capacitor. يعني اعمل منظر كده زي الصوابع. زي الصوابع المتشبكة مع بعض. ها? وكل ما نقطر عدل fingers. والمساحة اللي هي ما بينهم دي. اللي عملت لف كده دي. كجاب. بيسموها مياندرد. ها? لكي انها مياندرد ثلاث. تمام? كل ما يقيق قيمة capacity z. ده ما بيجيبش capacity عالي او. لو انا عايز capacity معقولة اما بنروح للميم كاب اما بنعمل chip capacity. تمام? كل component z يطلق عليها lumped components. تمام? كل دي ايه? lumped. انا مش بستخدم حاجة الفيزيكال extent بتاعها هو اللي ديها. انا بستخدم حاجة المفروض ان هي تبقى في مقطة واحدة في الفراغ. او الاكستانت بتاعها يبقى اصغر بكتير جدا من wavelength. علشان تديني ال resistive او inductive او capacitive property اللي بدور عليه. تمام? with the availability of the components دي عند high frequencies ممكن نعمل matching لأي load impedance لسورس او لسيستم z node او R node. يقام ان احنا نعمل شانت سيريز ناتورك يقام سيريز شانت ناتورك اللي هي بنساميها gamma او inverted gamma. تمام? كلام ده احنا عملناه قبل كده. بس ما كناش عاملينه ده فورماليزم كده زي اللي احنا بمانش كلم فيه دلوقتي. تمام? لكن المبدأ احنا فهمناه نقص بس ان احنا كنا بس نكلم على نقطة التكنولوجي ازاي الواحد بيلاقي المبدكونبوننس دي بحيس ان هو يعمل لها surface mounting على الايه? على البورد اللي هو شغال PCB تكنولوجي او يصنحها جوه ال chip اللي هو عنده متل ستاك يقدر يعمل بها الايه? حاجة زي الميم كاب ده مثلا او ال poly resistor ده. زي بقود جوه ال chips يعني. طيب ففي الدواير دي احنا هدفنا ان احنا ال input impedance هنا تبقى zero. تبقى زي نود قصدي او ال input admittance تبقى y نود. فانا ممكن اشتغل على ال impedance او على الايه? ال admittance. وكنا قلنا ان الدايرة دي بالconfiguration ده للماتش ناتورك بتشتغل لو كان resistive part بتاع load impedance اكبر من R node. وقلنا يعني بالفاهم كده احنا عندنا load resistance عالية بالنسبة لل system resistance. فانا غالبا هكتاج احط element in a? in shunt او in parallel مع اللود بحيث ان هي تقلل ال resistive part. بغض النظر ايه اللي هيحصل ال reactive part. وبعد كده ن cancel reactive part بايه? بسيريز reactive component. تمام? دي المعادلات بتاعتها اللي هي ممكن برضو نسبتها بان احنا بنبص على ال input impedance هنا ونساوي ال ايه? real by real و imaginary by imaginary. ونطلع على ال requirements على ال design parameters اللي هم X و B. ال reactance بتاعت series element. وصبتنس بتاعت shunt element. تمام? فبتطلع المعادلات زي ما انتم شايفين كده بيقى في عندنا حلين. هلأحص بالquadratic formula اللي بنوصل لها بيقى عندناها plus و minus. ففي عندنا حل لل plus. ناخد قيمة B نعود بها هنا نجيب قيمة X المناظرة ليها. ده اول حل. وفي حل تاني مع المينس. تمام? وبعدين ناخد قيمة B مع ال negative solution ده. ونطلع ايه? قيمة X الجديد. تمام? بيقى في حلينها. لو كان RL اقل من واحد. يعني load resistance اقل من system resistance. فبيبقى عندنا ال configuration التانية. series وبعد كده shunt. المعادلة دي بتجيب لنا الاثنين design parameters X و B. المعادلات ايه برضو فيها اشارة plus و minus. اللي كتب الحل مختارش ان هو يحل الواحدة وبعدين يتجيب التانية بدلتها. بالنسبة للحتة دي لان ال expression كان simple. فاحنا عندنا هنا ال plus مع ال plus وال minus مع المينس. محدش يحض ال plus مع plus و minus وال minus مع plus و minus. هو محلين مش هربه حلو. تمام? اوكي? طيب. ده بالنسبة للاناليتيكال سولوشن. تمام? الجرافيكال سولوشن زي ما عملنا المرة اللي فاتت على السميث تشارد. زي ما انت عايز. اللي رايحك. لو انت حابب تشتغل بكاباستورس بس وحل فيهم كان اتنين كاباستورس. وحل تاني كاباستور واندكتور او اتنين خلص هتشتغل الحل اللي بالكاب. فحسب لو في اي تانية ممكن تختار واحد من الاتنين. لكن الاتنين موجودة. تمام? طيب. فلو احنا بنبص على المسألة بتاعة ان انا عندي. اللي بتاعتها اكبر من واحد. اللي اكبر من واحد معناها ان انا شغال في الدايرة. في الدواير اللي جوه دايرة ارب واحد. دي دايرة ارب واحد. واللود موجود هنا. تمام? واحنا هدفنا ان احنا نروح للماتشنج بوينت. تمام? فاحنا عارفين او لو حتى مش عارفين هنجرب ايه المسارات اللي ممكن نمشي بيها على. بحيث ان احنا نوصل من هنا لهنا. جب ان احنا مسموح لنا بس. ان احنا نمشي ام على كونستانت ار ام على كونستانت جي. مش كده? يعني انا ام ام امشي على واحدة من الدواير دي. زي الدايرة دي مثلا. تمام? او ان انا اقول انا مش هشتغل باللود امبيدنس انا هشتغل باللود ادميتنس. وهيبقى هدفي ان انا وانا بتمشي على الدايرة دي. دي دايرة ار بتساوي ار ال. ودي دايرة ايه? جي بتساوي جي ال برده. تمام? سواء امشي على دي او امشي على دي بحيث ان انا اوصل للنقطة دي. تمام? اللي احنا اتكلمنا فيه المرة اللي فاتت. ان مش ظاهر لنا ان مجرد ان انا نحرك على كونستانت ار او على كونستانت جي. هاوصل لنقطة الماتش. مش كده? فقلنا طيب بدل ما يكون الهدف ان نوصل للنقطة. لو وصلنا للدايرة بتاعتها. اللي هي دايرة ار بتساوي واحد. بالامبيدنس او بالادميتنس. معناه ان خلاص ناقص النظيف كمان تنزلني على نقطة الماتش. تمام? مش عارفين نوصل للدايرة السوداء برضو لابد دايرة بتاعت الجي ولا بالار لان النقطة دي مش مع ولا واحدة فيهم. تمام? فقلنا خلاص نخلي الهدف ان احنا نوصل لدايرة دايرة المراية. اللي هي مراية دايرة ارب وان. تمام? هل في واحدة من الدواير الحمراء بتقطع الدايرة الزرقة. الاجابة اه. في حالة ان زد ال جوه دايرة ارب وان. يعني قيمة ار ال اكبر من واحد. دايرة جي بتساوي جي ال بتانترساكت مع دايرة الزرق. تمام? لو انا وصلت للدايرة الزرقة بالابدنس او بالادميتنس يبقى وصلت للدايرة اللي هي الصوداء اللي هنا دي بالايه? بالحاجة التانية. مش كده? لو وصلت لها بزد يبقى وصلت هنا باي. لو وصلت هنا باي. بوصلت هنا ايه بزد. فباين على طول من ان احنا عندنا ايه? عندنا حلين. حل ان انا ايجي من النقطة دي. واضيف انشانت. يبقى بتحرك على الكيرف الاحمر ده الفوق. بتحرك عليه الفوق? يبقى رايح لمور. يبقى كباستر. صح? يبقى انا كده بضيف كاب. وبعدما انا شغال على يبقى شغال على حاجة ان ايه? انشانت. يبقى انا كده بضيف كاب انشانت. تمام? الحل التاني اللي هو مش هنعمله دلوقتي ان احنا ننزل لتحت. يبقى اوضيف انشانت. تمام? يبقى اول حل اللي هضيف كاب انشانت. وصلت للنقطة دي اللي هي النقطة واي وان. النقطة واي وان اللي هي النقطة المناظرة للادمتنس المحصلة بتاعة اللود مع الشانت قلب. تمام? فانا كده بقى ببص بعد الايه? الشانت قلب. دي النقطة واي وان. يبقى انا وصلت للدائرة الزرقه. بان انا اضيفت المنت انشانت بالادمتنس مش كده. يبقى ممكن ارجع تاني ابص على بتاعة النقطة دي. يبقى بنقل بحوالين الارجن. يبقى دي بتاعة النقطة زيد وان. انا ما اتحركتش كده فيزيكي لي على الدائرة. انا بابزيرب الامبيدنس بدل ما بابزيرب الايه? الادمتنس. لقيت ان الامبيدنس بقت على الدائرة السودة. اللي هي دائرة ارب واحد. يبقى كده خلاص احنا نفوت حلينا المسألة. لان مش ناقص بس صغير. ان احنا ايه? ان احنا نطلع من النقطة دي على الارجن. نطلع من النقطة دي على معناها ان بضيف حاجة عندها لان انا شغال في الزد. يبقى الاولاني مع اللود. ادي شاند كاب وسيرز. وسيرز ايه? وسيرز ان دكتور. نجيب قيمتهم من اين? من ده. تمام? بنشوف نقطة البداية ونقطة النهاية. اراية البي بتاعة النقطة دي. ندور على من اركات البي مش هستيه بس عشان ما نزحي مش الدايرة. تمام? ندور على واحد من الاركات بتاعة البي اللي بتعدي في دي. تمام? وناخد ارايته. ونروح للنقطة النهائية انها تجيب الاراية. نقطة النهاية ناقص نقطة البداية تجيب لنا الايه? بتاعة دي. مش كده يبقى بي دي بتساوي بي اللي هي على الدايرة هنا اسمها بي وان. لو سمينا دي وان. تمام? ناقص بي ايه? اللي هي على الرسمة اللي عندنا هي بي مين? بي لود. مش كده? بي بتاعة اللود. صح? كده جبنا بي بتاعة ايه? الالمن دي. نعم. دي كده احنا لسه بقى هنعمل المجنيتود. تمام? فنجيب البي نرجع بعد كده البي دي نقسمها على ار نود. تطلع لنا ايه? بي كبيرة ونساوي دي بايه? باميجا سي. نعوض عن دي بالماتشن فريكنسي اللي هو عايز اشتغل عندها. هنطلع قيمة الايه? الكامل. تمام? نقرر نفس الكلام مع الال. احنا جينا عند النقطة اللي اسمها زاد وان. عملوها بدايرة او من غير دايرة احنا معندناش هنا الوقتي مشكلة. تمام? جينا عند زاد وان مشينا من النقطة اللي عندها اكس انيشل اللي هي اكس وان. كده. وروحنا الاكس فاينل اللي هي زير. تمام? يبقى الاكس بتاعة الاندكتور زيرو ناقص الاكس بتاعة النقطة دي. اكس النقطة دي لازم تكون بالنقص. صح? فناقص مع ناقص يبقى زاد. فهنجيب اكس بتاعة الاندكتور. نضرابها في ار نوت جيبنا اكس كبيرا. نسويها بقى اميجا اللي جيبنا ايه? جيبنا ايه? جيبنا ايه? جيبنا ايه? جيبت على سؤالك? لحد ما اوصل للدايرة الزرق. ليه مش مرسومة عندنا على الاسمه فاحنا لو احنا احتاجنا نعمل الحل لازم باجي هنا برسم مراية الدايرة دي. مراية الدايرة دي يعني المسافة دي في نصها. بفتح البرجل وبرسم دايرة. مركزها في نص المسافة وبتعدي في نقطة القرش. تمام? اوكي? حد مش فاهم? مش فاهم ايه? تمام انا عايز اوصل للنقطة دي مش عارفت وانا بتحرك على كونستانت ار. فقلت حجارة بتحرك على كونستانت جي. نعم? انا عايز اوصل هنا. عايز اوصل نقطة الماتشن. فعمال انا امشي على دي مش عارف. ما بوصلش لها صح? فقلنا نجرب بالواي. ماشينا على الدايرة الحمرة اللي هي كونستانت جي. برضو مش عارفين نوصل لها. فقلنا خلاص يبقى مش هنعرف نوصل لاب دي ولا بدي. نحاول نوصل لحاجة متوسطة. لانه روح لايه? الانترميدية ستاب. ان انا اوصل لدايرة المراية دي. ليه? لاني لو وصلت دي حب اوصلت للدايرة السوداء. لو وصلنا للدايرة السوداء نعرف على طول نوصل لنقطة القرش. لما انا جبت الواي. الدايرة اللي بتعدي في النقطة دي هي نفسها الدايرة اللي اسمها الجي بتسوي جي ال. لان ي دي بتسوي ايه? يل بتسوي ايه? جي ال زائد جي بي ال. رقم معين انا مش عارفه. فانا عايز اعرف هي الجي بتاعتها بكام? هدور على الدايرة اللي بتعدي فيها. الدايرة دي هتعمل حاجتين. هتدينا قراية ال 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 ادميتنس. وفي نفس الوقت هو المحل الهندسي للمسارات اللي ممكن اتحرك عليها. وانا بضيف الانترميدية. صح? دي ده الحط اللي قدر اتحرك فيه. لان مدارشة ديه. تمام? في اسئلة? طيب. والصود ده طالع من ايه? طيب لو كانت الزائد برا دايرة ارب وان. وقتها هتحرك على طول على كونستنت ار. همخابط في ايه? في الدايرة الزائد. يبقى حاضرة فاجيب الحل بال ايه? بالنضيف في الاول وبعدين نضيف شنط المنت بعدها. ماشي يا شباب? طيب. ده مثال زي اللي عملنانا وره اللي فاتت. ميتين ناقص جي مية. والسورس مية اوم. هو بيقول عايزين نستخدم علشان نعمل ماتشنج. فهو هنرمالايز اول حاجة. صح? يبقى اتنين ناقص جي واحد. اتنين يبقى لازم دايرة من الدواير اللي جوه دايرة ارب وان. ناقص جي واحد يبقى تحت. مهم? اللي هي النقطة اللي انا عامل عليها دايرة بالاحمر. اوكي? فده هو اللود. هنتحرك على دايرة اتنين. مفيش بقى عندنا ازرق واحمر زي اللي عالصابولة كل اسود. اوكي? هنتحرك على دايرة ارب اتنين. مش عارفين نعمل حاجة. فهناخد النقطة دي نعكسها نجيب نقطة مين? اللود ادميتمس. ماشي كده? نبتدي نتحرك على دايرة من الدواير اللي هي اصلية بتاعت اللي اللي بتعدي في النقطة دي. مم? اللي هي محدش يتلخبط. اوكي? اللي هي دايرة من الدواير ايه? اللي هي الدي. اللي هي الدايرة دي. هنمشي من هنا كده الفوق لحد ما نوصل للنقطة دي.ようにم? كده احنا وصلنا الدايرة مين? اللي برضه ما كانتش مرسومة. احنا لازم نرسامها. اللي هي الدايرة السودع اللي هي مراية دايرة ارب وانو. ما? وصلنا للدايرة دي. يبقى نعكس. كده جبنا النقطة اللي هنا وبعدين نروح كده. يبقى لو انا بتتريس الاميتنس. قلنا كلمة اميتنس يعني ايه? يا دية دي. لو انا بعمل تريسنج للاميتنس على السميث شارت. از وي ماتش اللوت ده للسورس باستخدام. يبقى انا هبتدي بالنقطة دي زد ال. روحت كده وي ال. اتحركت على دي لحد ما وصلت لدايرة المراية. وبعد كده انزلنا كده. وبعد كده تحركنا كده لحد ما وصلنا للايه? الدايرة اللي هو رسمها هنا دي. دي دايرة اللي هي عكس عليها الايه? جاء باللود هل لازم يعمل الكلام ده? لا مش لازم احنا كفاية واحنا بنعمل بنقيس الطول ده وبنكرره هنا. هو بدل ما يعمل كده رسم دايرة من المركز. مش كده? وبعدين عمل خط بيعدي هنا والتقاطوع جاب بيه النقطة على طول. امام? بس اغلبية الناس بتتلخبط بقى في الدايرة دي. بيمشوا عليها. انا عشان اتمشي على الدايرة دي معناها ان عندي ايه? ترانزميشن لاين. ولا ما عندي هنا ترانزميشن لاين. مام? فاللي مش هيطلخبط بدل ما يعكس بان هو بياخد طول وقده يرسم دايرة ويعمل ايه? خط ويقاطه يجيب دايرة نقطة ايه? الامج. خلاص? زي ما انتم عايزين. بس ما يجيش بقى هنا يمشي فين? هو من النقطة دي ما يمشيش فين? ما يمشيش على الدايرة اللي رسامها دي. لا يمشي على واحدة من الدوائر اللي موجودة اللي هي بتعدي في دي. اللي هي دايرة جي بتساوي جي ال. تمام? الحل التاني طبعا ان احنا ننزل تحت يبقى حنيجي عند النقطة دي اللي هو مش مرسوم. وبعد كده نعكس نجيب المراية بتاعتها وبعد كده ننزل كده. تمام? يبقى دول الحلين. بتاع كيس اكبر من ايه? اكبر من واحد. الحد مش فاهم? في مشكلة? ها? ازاي ايه? ما احنا قلنا هتجيبي الجزء من المركز لحد هنا ده الجزء ده. هتجيب نقطة النص بتاعته وتحط سن البرجل فيها وترسمي دايرة من النقطة دي ونص قطرها من النقطة لحد مركز اللي اسمه. لان ده 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 نفس الكلام بالنسبة لدائرة ارب وان بس هي الناحية التانية. تمام? طيب. زي ما هنعمل المرة الجاية انا هاجل موضوع دي للمرة الجاية. تحصوبا يعني لان فيه ناس هتقول لانا مش حاجي. فالمرة الجاية هنكون بنحل مسائل وبنعمل ايه? وبنفتح برنامج نعمل عليه تمام? اللي هو مفروض يساعدكم في يعني. فلو احنا خدنا الدائرة دي. الدوائر اللي احنا عملنا لها design. احنا عملنا لوقتي خلاص جبنا قيمة ال elements. ال L وال C او C وال L. حسب الخط الحل اللي ايه? اللي فوق او الحل اللي تحت. تمام? هاخد الحلين. وزي ما اتفقنا نقدر نحسب قيمة ال inductance او ال L وال C. فواحدة طلعت 38.8 نامو. والتانية 0.92 دي اول دائرة. والدائرة التانية طلعت كيمة ايه? C. وراها ايه? L. مام? السؤال بتاعك هاختار اي حل? لو هو كان عنده preference لفيلترينج اكشن معين. زي ما اجبت كده في مسألة قلنا عايزين نعمل matching network بس يكون ال response بتاعها له path. او high path. مام? لو هو عنده requirement معينة يبقى او ممكن اكسكرود حل فيهم لان في حل منهم بيدي high path filtering action. تمام? مين في دول high path ومين low path? اللي فوق ايه? لو ولا high? اللي فوق? high? اللي فوق low. كده اللي فوق low path. يعني هي matching network بس عندها low path ايه? filtering response. لان inductor series وcap in shunt. فدي في high frequency بتعمل لها double rejection. rejection بان ال inductor هيبقى open. والكاب هيبقى short. فدي بتفضل. تمام? هي بتعمل صيح matching عند one point لكن هي عندها low frequency ايه? low path frequency response. وده ممكن يكون بيساعد مسلا ان احنا بنرجيكت هارمونيكس لو كانت دي matching nature جاي بعد amplifier مسلا. الامبليفاير عنده شوية هارمونيكس كده مش ظريفة لو انتم تخدتوا شوية amplifier مش كده. فممكن اقول انا حعمل matching وفي نفس الوقت اعمل كمان ايه? اقطع high frequency content. مش ما انا بعمل matching natural. تمام? طيب هو اخذ المسألة دي ورسم الدايرتين على السيميولاتور وزي ما هنشوف المرة الجاية انا ممكن اقول له رسم لي reflection coefficient. مش محتاج ارسم voltage وcurrent ونحسب منه reflection coefficient او penis ومنه gamma يعني. فهو رسم على طول مجنيتيود gamma linear. احنا ممكن نرسمه linear او بالديسبل. هو رسمه هنا linear. وطلع ايه? رسمتين واحدة للحل واحدة من الدوائر واحدة ايه? لدايرتين. تمام? هو كان عامل design عند نص جيجا. خليبنا انه النص جيجا دي استخدمناها علشان نجيب قيمة ايه? الـ elements. فالمفروض لما عود بالـ elements اللي هي جاية بناءا على هذه الـ frequency. يطلع فعل ان عندي perfect match عند الـ design frequency. لما بغير قيمة frequency يمين وشمال. الـ L و C دول كانوا محسبين based على هذه الـ frequency. طب انا الوقت هشتغل within certain band حوالين center frequency. هنلاقي ان الجامعة ابتدت تزيد سواء رحنا اعلى من omega node او اقل من ايه? من omega. تمام? كل دايرة بقى في الدوائر عندها certain response على حسب هي low pass او high pass. على حسب ايه قيمة الـ elements اخبارها ايه مع تغيير الـ frequency. تمام? طيب دي مسألة تانية. دي مجرد نفس نفس الفكرة بالزبط بس RL ما لها? RL ايه هو بيقول عايزين match load normalized بديولنا normalized على طول ربع ناقص ج ربع. بتفرق ايه عن المسألة اللي فاتت? RL اقل من ايه? من واحد. يبقى انا ببتدي بنقطة فين? برا. صح كده? ايه اللي طالبه? عايزين نستخدم lossless L سعب يسموها L وسعب يسموها gamma nato. L او gamma nato. L network to achieve matching و provide كل possible solutions. خلاص? في مشكلة? نفس اللي عملناها بالزبط. هنطلحها وبدا ما هو هنا ما قالش using the Smith chart يبقى انا لازم وطلع على القيم ايه? analytical. تمام? المسألة دي ما كانش طالب باستخدام L Smith chart. وبعد كده بيقول ارسم الدوير design circuits showing the load matching network and the transmission line. transmission line نقص بيه source يعني. كده اللي هو اللي جاي قبل L matching network. تمام? the circuit should show the types of elements used. فيها اي مشكلة? يعني ما حد يشيرسم ايه مربعات? حد يشيرسم دي كده ايه مربع ودي كده مربع. يبين ان هو ايه? طلع القيم دي عرف يحولها الايه? قيمة ال x وال b عرف يحولها ال elements. وبعد كده بنقول له ايه? بيقول ايه? at different points in the circuit on a clear ايه? sketch. يعني نعمل زي ما انا عامل على الصبورة. مش لازم ناخد ونعمل عليها ايه بالبرجن. مام? زي ما اتفاقنا احنا الميت تورما هيقف لحد ايه المحاضرة بتاعت النهار دي. فالمطلوب مش ان انا اعرف هستخدم اللي اسمه. لأ بس نبقى عارفين اماكن الحاجة بحيس ان انا ممكن ارسم sketch زي كده. تمام? وده اللي كان مطلوب ايه في الفاينل بتاعه مش عارف الفين وتمانية ده. في اسئلة? حد مش فاهم حاجة في المسألة دي? طيب الطريقة التانية اللي اتكلمنا عليها. في الماتشنج تكنيكس ان انا الوقت بقى عندي جديدة غير تمام? عندي كمبوننت كدفايس ممكن يستخدم لحاجتين. ياما ان احنا نستخدمه علشان ينقل باور تمام? ياما ان احنا بنستخدمه علشان نسنتسايز تمام? فانا عايز استخدم الاتنين دول علشان اعمل ماتشنج ايه? ماتشنج ناتو. فترانزميشن لاين بيزد اه ماتشنج كونسيبس او تكنيكس. حاجة من اتنين. ياما ان انا هسنتخدم دي على طول. يعني الال حشالة وحط مكانها ترانزميشن لاين في نهايته شورت. والسي احط مكانها ترانزميشن لاين في نهايته او العكس بس بقى اطوال اكبر. تمام? فده ايه? الديريكت ترانزميشن من الحل ده عنده كزا مشكلة. اهمهم ان انا عشان اعمل الكلام ده مع ان انا فيزيكالي في نفس الحتة في الفراغ هحط ايه? اتنين جنبه بعض. واحد مسلا في نهايته شورت وواحد في نهايته اوكت. لما اجي اعمل الكلام ده على اليوت هلاقي عندي مشكلتين. مشكلة فيزيكال ان انا ممكن ما بقاش عارف ايه? ابليس الخطين دول جنبه بعض. واحد شنط وواحد مشكلة تكنولوجي ماينفعش يتعمل فيها لازم اللي بيتعمل بيبقى ايه? شنط بس. ليه? لان الارض اللي تحت دي اي حاجة بعملها فوق بتتكرر ايه? مرايتها تحت. فدايما بيطلع الحاجات مبتطلعش نعم? هقولها تاني بالتفصيل لما نكلم على التكنولوجي. الحاجة الاخرانية ان الاثنين دول هيكونوا بيكلموا بعض. يعني انا عندي معدن ومعدن قاعدين جنب بعض. الاثنين دول ما بينهم ايه? فيه ما بينهم ايه او ايه او ايه ايه امام? يبقى انا مفترض ان هما مش كابلت. بينما هما ايه? بقوا كابلت ان هما فيزيكالي قربوا من بعض. تمام? فالحل بتاعي ان انا شيل دي وحط مكانها وشيل دي وحط مكانها في نفس النقطة في الفراغ ممكن ما تبقاش ايه? احسن حاجة في الدنيا. من ناحية. تمام? لكن اه في هيبقى عندها ايه المشاكل اللي احنا اتكلمنا عليه. تمام? وبالتالي محدش بيبص قوي على الحكاية دي. فقالوا طب ما احنا عندنا جت من مجرد ان انا بحط اللود وابعد عنه شوية. يعني انا مش لازم احط الماتشيج نتوك فين? عند اللود. ممكن استنى شوية وبعد خد احط الماتشيج نتوك. استنى شوية معناها ان انا ماشى على? على انهي دايرة بقى. الدايرة اللي هي تلسط ما كانش لها لازمة من شوية. دايرة الايه? اللود سيركل او دايرة الكونستان ايه? جاما سيركل. تعالوا نفكر كده ايه في الطريقة دي ممكن نعمل بها ايه? هو احنا هدفنا في الماتشيج بالنسبة للمسألة دي كان ان احنا نروح فين? دا اللود وعايز اروح هنا. كده? تمام? انا عمل اتحرك على الدواير ايه الحمرة? عشان اوصل لدايرة المراية. دا لمبة ايه? طيب لو انا الوقتي عندي نفس الهدف. اللي هو ايه نفس الهدف ده? ان انا عايز اوصل لده نقطة تمام? تعالوا ناخد نفس نفس الحالة زد ال القاعدة هنا. تمام? وانا عايز اوصل لدي. تمام? وقلنا ان الهدف ده معقد شوية. فقلنا الهدف الاقل شوية او الاسهل شوية ان انا اوصل للدايرة دي. تمام? وقلنا ان احنا ما كناش عارفين نوصل لدي في حالة فقلنا يا هي يا اما دايرة ايه? المراية. تمام? طيب الوقتي انا عندي لو انا قلت ان انا مش لازم احبت الماتش ناتورك. لازقه في اللود. يبقى انا ممكن الماتش ناتورك تبقى عبارة عن ادي اللود. وبعد كده احط لين. نختار له اي امبيدنس. والتسهيل هنختارها نفس السيستم امبيدنس. تمام? اللي هي ار نود اللي احنا كنا عايزين نوصل لها. بتاعت مين? السورس واللاين اللي طالع من السورس. تمام? طيب هستخدم نفس اللاين ده هنا. فاللاين ده جرافكة لي على السميث شارت مع انها ان انا بتحرك من النقطة دي. لو انا ببعد كده وبابزيرف الامبيدنس. معناها ان انا بتحرك كلوك وايز. على مين? على الدايرة دي. ايه هي الدايرة دي? دايرة مركزها هو مركز السميث شارت. ونص قطرها هو البعد ما بين النقطة دي ونقطة مين? اللود ده اللي هو الفيزور دياجرام القديم اللي احنا قلنا حننسى الواحد بتاعه. صحي كده? اللي هو على اساس بانة السميث شارت. تمام? فانا عندي الوقت بتديني هزيه الترانسفورميشن. دي كونستانت ار ولا كونستانت جي دي? انا بتحرك كده على كونستانت ايه? ولا حاجة. لا ار ولا جي كونستانت جاما. انا بتحرك على كونستانت مجنيتيود جاما هي نفسها مجنيتيود جاما ال. صح? لانه انا ببعد عن اللود كمجنيتيود ما بيتغيرش. اللي بيتغير ايه? اتنين بيتا دي في الفيز. مش كده? يبقى الدايرة دي دايرة كونستانت جاما. هل الترانسفورميشن دي بتضيف? لا. احنا عارفين ان هي اه عملها اضيف L series و C shunt. L series و C shunt. L series و C shunt. صحي كده? لو انا بسيت على بتاع الترانسفورميشن جديدة. لا هي كونستانت ار ولا هي كونستانت G. هي بتتمشى بكونستانت جاما بروفايل على. In doing so هي بتوصل للنقط اللي احنا عايزين انوصل لها ولا لا? هو ايه الهدف? دي مش عارفين? دي او مرايتها. احنا استعنى بالمراية لان احنا ما كناش عارفين انو وصلها هي. صح? هل انا عارف اوصلها هدلوقتي? ما عنديش مشكلة صح? لو انا اتمشيت المسافة دي وصلت لدائرة. اخد اي ترميني على نقطة الارجن. صح? دي اول حل. ايه الحل التاني? مفيش فوق. فوق معنا اني بدخل جوه اللود. نكمل اللفة. ها? دي مفيش فيها فوقه تحت. تمام? لان دي اه من اللود. او من اللود. يعني ببعد عن اللود المسافة دي. تمام? المسافة دي نجيبها ازاي من السميث شارت? ناخد خط كده يقطع التدريجات اللي برا. وخط كده يعدي في اللود يقطع التدريجات اللي هنا. نقطة بداية ناقص نقطة ايه? نهاية كمجنيتيود. انا مش فرق معايا. اللي نعارف ان ده في نهاية طول. مفيش حاسمها طول بالنقص. تمام? ناخد الفرق ما بين القريتين على نفس التدريج. ها? مش واحد من برا واحد من جوه. تمام? نفس التدريج. اوكي? تمام? يبقى انا كده هجيب المسافة دي اللي عندها حط الستب او هحط الالمت. تمام? يبقى انا حمشي مسافة هنا دي. وبعد كده اتصرف هنا. لو انا من حق اشتغل لسه يبقى حاجة هنا. انا كنت عند النقطة دي. عندي عايزة اضيف حاجة الديني? ايه? انا شغال امبيدنس ولا امبيدنس? امبيدنس. بعد ان بتحرك في يبقى اما بضيف يبقى اما بضيف يبقى اما بضيف يبقى يبقى حاجة على هذا البعد واضيف وتبقى الحتة دي كده هي مين? ومحدش يسألني طول الحتة دي قد ايه? حتة دي طولها كام? زيرو. اللي هو طول الاندكتور اللي هو زيرو برضو. فانا الناين طوله دي اس. والألمنت عندها اكس. طيب انا استخدمت ترانزميشن لاين سكشن كترانسفورمر. كومبليكس ترانسفورمر. ليه استخدم لامبيد المنت? منشيل بقى اللامبيد المنت دي ونحط ايه? ترانزميشن لاين ستاب. كده بقى هو الواحده واللاين ده جاي ايه جانبه? فلما نيجي نعمل مش هبقى فيه مشكلة. المين سيجنال لاين طالع منه تفريع. تمام? ده لو نعرف حاجة سيريز يعني. اعمل حاجة سيريز. طيب انا هنشيل ده بقى يبقى الداير اللي هنشتغل بيه هتبقى ترانزميشن لاين سكشن طوله دي اس. تمام? ويا اما احط لامبيد المنت. يا اما اجي هنا. واحط ايه? احط ايه ده? ده متوصل ان سيريز. تمام? وانا عايزه اندكتف. يبقى احسن ناخده ايه? شورت. وما يمنعش ناخده اوبن. صح? بس الاقصر هيبقى المين? الشورت. يبقى هنقول الاستاذ ده طوله الاس. بكام دي بقى? اقلب من اربعة. بكام بقى انا عايزين نعرف. هنعرفين هي اقلب من جامعة الاربعة عشان كده احنا اخترنا الشورت سيركت ستاب. عايز اعرف ده قيمته كام? جرافيكال. تمام. ممتاز. المسافة دي هو دي قيمة بتاعك. عايزة ترجم المطلوبة لطول لهذا الترانزميشن لاين ساكشن. فلو انا اخترت ان ده كان ار نود زي السيستم من حق نختار ده كمان ايه? ار نود للتسهيل. مش كده كمان ما ده ترانزميشن لاين جديد. ممكن ناخده اي كاركترستيك امبيد. تمام? هناخدها برضو ار نود. وعايز احل المسألة دي الوحدة. ايه هي المسألة دي? ترانزميشن لاين في نهايته شورت سيركت. عايز وانا واقف بصص كده اشوف ناقص جي اكس. مين الناقص جي اكس? دي اكس. انا عايزه يبقى ايه? عنده ناقص. مش كده? اللي حتة اللي انا مشيتها دي انا كنت رايح من ناقص للزائد. فانا عايزه يبقى عنده دي ال اكس. النقطة دي عندها جي اكس الصغيرة. تمام? نسمي دي اكس سطب. ناقص جي اكس سطب. بالنقص. يبقى هناخد اشارة ايه? هاخد دي من غير الاشارة. مفهوم ولا مش مفهوم? النقطة دي عندها الراية هنا لازم تكون بالنقص. صح? انا عايزة دي. يعني اوانا بتحرك كده انا بعمل ايه? بكنسل دي. يبقى كني هضيف على ناقص جي اكس سطب. هضيف عليها جي اكس سطب. الحركة دي كده. معناها اني بضيف جي اكس ايه? يبقى وصلت من ناقص جي اكس سطب. ضغط جي اكس سطب وصلت الكام جي كام? جي زيرو. تمام? يبقى انا عايز الاستاذ ده الامبيدنس بتاعته تبقى جي اكس سطب الكبيرة اللي هي بتساوي جي اكس سطب الصغيرة في ار نوت. تمام? نقول تاني? ولا كله فاهم? انا مشيت كده لحد ما وصلت لدائرة ارب وان عند النقطة دي. على حسب الاجزامبل ده النقطة دي. فانا عايزة اضيف الامبيدنس تكانسل الكاباستيف ايه? الامبيدنس دي. الكاباستيف ري اكتنس دي قيمتها ناقص جي اكس اس. ليه هسميها اكس اس? لان دي هي نفس القيمة اللي عايزة اضيفها بالموجب علشان اكانسلها. يبقى اللي سطب اللي حيتضاف اللي حيتضاف عندها بلاس جي اكس نورمالايز. عندها بلاس جي كابتل اكس اس. اللي هي جي اكس اس مضروف كام? في ار نوت. الهدف من المسألة الجانبية دي انه اعرف اطلع قيمة طول اللي سطب ده قد ايه? سطش دات ان الامبوت هنا تبقى اكس اس. تمام? نحلها ازاي? دي. ناخد سميت شارت كده على جنب. حنحلها على نفس السميت شارت. ايه واحدة بس اللي تبقى جيفل. عايز اعرف امشي من النقطة على مسافة قد ايه? لحد ما اوصل لنقطة بتاعتها بلاس جي اكس اس. فين نقطة الشورت سيركت? دي. صح? دي اكس بزيرو وار بزيرو. تمام? انا عايز امشي من النقطة دي كلوك وايز ولا انتي كلوك وايز? كلوك وايز. وانا واقف هنا انا واقف عند اللود الجديد. اللود اللي ايه? المسألة اللي على جنب. اللي هو الشورت سيركت. عايز اتمشي بعيد عنه. لحد ما اوصل لنقطة راية الرياكتنس عندها كام? بلاس جي اكس اس. ادي ماينس جي اكس اس. فين بلاس جي اكس اس? فوق. صح? برايتها. الارك ده مكتوب عليه بلاس جي اكس اس. وانا بتمشي كده. لحد ما اوصل فين? للنقطة دي دي. تمام? تمام يا جماعة? يبقى مشيت من الشورت سيركت. المسافة دي. انا ماشي على دايرة ار بكام? دايرة ار بزيرو. لان الاستاذ ده اي عند اي نقطة انا شايف. صح? مفيش خالص. فانا ماشي على دايرة ار بزيرو. تمام? لحد ما وصلنا للنقطة جي اكس اس. مش هنا مسافة قد ايه بقى? دا. كده ناخد هنا ارائية. صح? وناخد خط من هنا يعدي في النقطة زي. وناخد هنا ايه? ارائة على نفس التدريب. الفرق الاريتين. هيبقى هو اس على الويبلانج. زي ما دي كانت دي اس على الاند. الاريات دايما متاعي. تمام? كده ايه اللي ناقص? ايه الديزاين بارامتر لناقص دي ايه واحد اس? اخد ايه الانتواعيز. ايه الاتنين ديزاين بارامتر زي كانوا عندنا دي اس و الاس. في ديزاين بارامتر ثاني? خلص كده حلنا الديزاين. صح? جبنا البعد اللي عنده نحط الماتشنج ناتورك. وطول اللي هو بقى هو ده الماتشنج ناتورك خلاص. حتة دي هي الايه? حتة دي كلها على بعضها الماتشنج ناتورك. دا استخدمته عشان اعمل عشان اسهل عملية الماتشن. بان انا جيت عنده نقطة الريال بارت بتاعها كان واحد. تبقى كده كان سنت الامجنري بارت. مسئلة بقى. انا مشيت من هنا كده. طيب انا عايز عايز اعمل ديزاين لترانزميشن لاين في نهاية وشورت سيركت. دا سؤالك? اقول لي مشانا مشورت سيركت لحد ما اطيعها. تمام. اللي يجيب لي القيمة الرياكتنز دي هو عبارة عن ايه? حاجة اندكتف. تمام? فانا عايز ادور على الامنت اندكتف. يا اما اجيب اجيب وحطها. تمام? يا اما اعمل ادور على الامنت تانية بتديني نفس الافاكت. الالامنت اللي بتديني نفس الافاكت هي في نهايته شورت او اطول منه شوية واحد في نهايته تمام? ترانزميشن لاين اللي في نهايته شورت اخد دي مسألة على جنب. انا عايز ادور على في نهايته شورت سيركت ترمينيشن. والامبوت بتاعته هي ناقص الاراية اللي هنا. عشان تكنسيلها. ها? ايه السؤال بقى? يعني ايه? ليه? مش فاهم? انا عايز اروح لنقطة الماتشنج. انا مش فاهم سؤالك. حد فاهم سؤالي طيب? انا مش فاهم. بزبط اه. لو انا اشغال هساوي الكمية دي بجي. ار نود تان بيتا ال سطب. وحلها اناليتكا. مجددش سؤالك برضو. نعمل اتواجف حاجات تانية خالصة. طب تعال اسألني في البريك. اوكي? فنفهم بس مشكلة فين. ايه يا بشواندسي. البيان دي. البيان دي. دي نقطة الشورت سيركت على ودي نقطة الاوبن سيركت. ايه اللي خليني روحت لها? نفس اجابة السؤال بتاع البشواندس. انا بحل مسألة سانوية. ايه المسألة السانوية دي? بدور على طول في نهاية الشورت. الطول ده يخلي هي جي اكس اس. فانا بحل دي مسألة تانية كده على جنب عشان اخدها اركبها هنا. المسألة هي ان انا ببتدي من النقطة دي اللي هي نقطة الشورت سيركت. وبامشي منها مسافة لحد ما اوصل لايه? للارك اللي بيقاطع الارك اللي تحت. مين الارك اللي دحت. هي قيمة بتاع النقطة اللي وصلت لها لما مشيت من اللود على الاصلي. تمام كده? الناس عندها عقد نفسية مش كده? ايه. لما باجي ايه? طول الستاب. هبطدي من هنا وبشيت لحد ما وصلت هنا. لأ ما نقولنا فيه تدريجات عليها اطوال. عايزة تحول الزاوية لطول حوليها بانك تسمي على اربعة طار. تمام? اه? الوقت لو ان لان اعيز اعمل لاند على اثنين. عايز اعمل? لو عايز ارجع على بسفة. اه هتلفل دايرة كلها. لأ كلها. كلها لاند على اثنين. على اللفة الكاملة لاند على اثنين. مش لاند. في اسئلة تانية? حد عنده اسئلة? لو انا جيت احط دول وانا بعمل على مايكروستريب سيركت. انا ادي الا ادي اللود. مسلا ادي كده. ها? وفي هنا الكنكتور. الكنكتور ده اللي هو هيوصل لللود. وانا ببرينت هنا اللي هو عبارة عن مايكروستريب. والارض هي الحتة اللي تحت. المعدن التحتان. ما بينه وبينه الصبستريت. تمام? وبعد كده عايز اطلع بالسطب. اولا اي حاجة هعملها هتبقى مرايتها موجودة تحت. فما فيش حاجة اسمها اني بعمل قلم من فوق من غير ما اعمل مرايته تحت. تمام? والحاجة اللي طلع دي بتبقى مع اللاين. يعني بقى عندي اللاين الاصلي جاي كده. وانا اطلعت مسلا كده. تمام? ادي اللاين الاصلي اللي هو هنا ده الكنكتور اللي وصل على مين? بينجكت السيجنل في اللاين ار نود. ده برينت كده بعرض معين. كلهم لهم نفس العرض انهم لهم نفس الكاركتوريستيك. وبعد كده عايز اطلع على مسافة معينة من اللون. طوله ايه? اللاين ده كده شنط. ليه? لان النقطة دي اتفرعت ازاي? اتفرعت فرع وفرع. صح? فده كده متوسط انشان. طب ازاي حاجة على مايكروستريب? تكنولوجي ما ينفعش. بقى من الاصل الحل ده مش نافع هنا. ينفع في تكنولوجي تاني. تمام? دي اول مشكلة. مشكلة التانية اللي انا اه يعني ان هنا عايز اعمل حاجة مش نافع. فدي الواحدة مشكلة بالنسبة لدي. مشكلة التانية لو انا عايز اعمل بقى الاتنين دول جنب بعض. افرد ان دول كانوا اتنين انشانت جنب بعض. فيبقى عندك واحد كده. وعلى حسب الدايرة واحد تاني جنبه كده. دول اتنين انشانت بس عشان نفهم موضوع ده. تمام? الوقت الدايرة مش مفترض ان فيه اي نوع من ما بين الاتنين دول. لكن الاتنين دول جنب بعض. الاتنين دول بيكلموا بعض. من السبستريت ومن المعدل. تمام? فكده ده هيديهم صغير لانا كنت متوقع. فانا عايز على اقل ابعد ما بينهم شوية. ابعد ما بينهم شوية طبقا من القصد نستخدم ببعده. وقال ام انت واحدة بدل ما استخدم اتنين قلت. تمام? دي واحدة. الحاجة الاخرانية بقى ان انا عشان اعمل حاجة في نهايتها شورت سيركت مايكرو ستريب. لازم اجي في النهاية واحط ايه? فيا. فيا توصل النقطة دي للارض. الارض اللي تحت. تمام? فممكن يبقى اسهل في المايكرو ستريبس ان انا اسيب الحاجة ايه? على ان انا ادريل فيا. هما بيجيب فعنا بحاجة زي المتقاب كده. وبيعمل خرب. وبعد كده بيحشيها بحاجة زي او ساعات بينزل اه بيعمل تمام? فدي ممكن تبقى ايه شو? تمام? طبعا مع التكنولوجيز المتقدمة على الموضوع انه راحت يعمل فيا مش قصة يعني. فشورت او او مش قدر. تمام? ايه بشو ما نصر. نعم. ما لها? انا اتمشيت كده عشان اوصل لدائرة. هل كان فارق معي? انا عايز اوصل ل اي حاجة وانا هكنسل للاي حاجة دي. طب بس لازم انا اتعامل مع اي حاجة دي وكنسلها. صح? فانا وصلت للان. وبعدين بصيت بقى. انا كده حققت اول هدف. الريال بقى واحد. على حسب المسألة ده بالنقص. فانا هقول للحاجة اللي بالنقص دي قيمتها ناقص جي اكس اس. يبقى اكس اس دي قيمة مجابة ولا سالبة? قصت بالان الاشارة خدتها بره. وقيمة اكس اس هي قيمة الرياكتنس اللي انا عايز اضيفها عشان نوصل للارشة. فدام دي مجابة يبقى انا بوضيف او ما يمثله. يمثله في نهايته حتة وطوله اقل من لانده على اربعة. او في نهايته حاجة وطوله اكبر من لانده على اربعة. يبقى انا عندي كم حل في المسألة دي? تمانية. كم? نعدهم? ادي حل? اتنين. لان اتنين. يا ستاب شورت يا ستاب او صح? والحل التاني ان اكمل كده. هو اطول صحيح بس ما ما حل صحيح كده طبعا ما حدش يقول لي بقى على البقيين. ها? دول الاتنين صح? ان انا اقف عند النقطة دي. واضيف حاجة شورت او كده حلين. واوصل لهنا واضيف حاجة شورت او حلين يبقى كام? اربعة. فين لاربعة التانيين? ايوة. اشتغل بالواي بقى مش بالزد. نقل بالنقطة دي هنا. حلي بقى يكون لازم تبقى موجود على الدايرة الزرقة. تمام? واقول انا مش هشتغل بالايه? بالزد. يعني انا هتمشى فعلا على ترانزميشن لاين بس وبعدين اللي يتضافح يبقى بيتضافين ايه بقى? تمام? يبقى حاجة هنا ومنازل كده اضيف حاجة او شورت يبقى حلين او اكمل كده واضيف حاجة انشانت او شورت حلين تانية. يبقى كام حل? تمانية. تمام? نختار مين على حسب بقى هو بيقول لي مثلا ما تبعدش الالمن دي اوي معندكش سبيس. صح? يبقى انا بختار اقصر بعد عن الايه? المسلا ومش عايز اطول اللي هو طالع كده زي الايه? الورم من الترانزميشن لاين القصي ده مش عايز طوله قوي يبقى ممكن ابقى في حاجة ايه? لو في الامبيدنس مسلا لو في تمام? يقول لي مسلا انا مش عايز اعمل مش عايز اعمل ايه? حاجة بتحفر في يبقى انا ما ينفعش استخدم حاجة في نهايتها ايه? هاستخدم كله في نهايته يبقى من التمن حلول على حسب ما انا عايز. تمام? هي اسئلة? ناخد بريك. يعني نعمل لهم بريبليسمانت بستوبز. الحكاية دي مش احسن حاجة في الدنيا عشان هيبقى عندنا اتنين ستوبز جنب بعض. فيها مشاكل في التصنيع. ومشاكل تانية انهم هيكونوا بيكلموا بعض. فقلنا خلاص هنستخدم ترانزميشن لاين ترانسفورمر زائد وان ايه? وان المنت. يا اما وان لامبيد المنت يا اما وان تمام? يبقى دي هي الايه الطريقة القبل الاخيرة. تمام? والطريقة الاخرانية طبعا لها برضو ممكن نعمل نفس الكلام ونطلع زي مسلا في المسألة دي. هو عنده لود ستين نقص ج تمانين. والصورس خمسين. وبيقول عايزين نعمل ماتشنج لهزا اللود مع هزا الصورس باستخدام ترانزميشن لاين ستوبز. تمام? فحيعمل نفس الكلام. هيبتدي بالايه? اللود بوينت اللي هي النقطة اللي انا حطي عليها بالاحمر هنا. تمام? وبعدين يمشي لتحت الحد ما يوصل لدايرة اا اا ارب وان. وبعد كده يشوف الاراية اللي هنا. كام في ال اكس. اللي هيطلع شايفين الشرطة اللي عاملها هنا دي. دي الاراية بتاعت قيمة الاكس. بص على القيمة اللي بنناقص بتاعتها فوق. وجاب طول الايه? اللي يمشي بيه. علشان اه طول اللي يتحط على هذا البعد من اللوت. وطلع ايه حلين? حلين بشورت سيركت ستابس. يبقى هو اخد الحل الاولاني لو دي نقطة اللوت. اخد اول حل كده. والحل التاني ايه? كده. فطلع دقيقة واحدة. ففي حل طول المسافة اللي مشيها من اللوت لحد بتاع الستاب. والحل التاني اللي هو ابعد منه شوية. المسافة اللي مشيها. يبقى الحل الاولاني اللي هو مشي كده. الحل التاني اللي هو مشي كده. مام? الحل الاولاني مناظر من النقطة دي للنقطة دي اللي هي ناقص النقطة اللي هنا. ايه النقطة اللي هنا? قرية اللي بيعدي في المقطة اللي وقفت عليها على دايرة الار بتساوي. الحل التاني لو هو مشي لحد ما ييجي كده. القرية هتبقى حاجة اللي هي نفسها اكتب. تمام? بس الناحية اللي فوق. تمام? يبقى هو عايز لو هيبتدي بحاجة هيمشي كل المسافة عشان يروح للحاجة اللي بنقص. تمام? وقتها هيبقى طويل شوية. اكيد اطول من لاندا بيفوه. تمام? فهو عنده الحل التاني طول الستاب والبعد الحل الاولاني البعد وطول الستاب. تمام? يعني الحل اللي فوق ده اقصر في البعد عن اللوت. واقصر في طول. تمام? اخذ الحلين ورسم بتاعهم على مجنيتيود جاما. وهو كان مطلع عامل الديزاين عن الماتشنج فريكونسي اتنين جيجا. الماتشنج فريكونسي دي بترفلكت على ايه في المسألة دي? هناك كان عندنا ال و سي لهم اوميجا ال و اوميجا سي. مش كده? فبنطلع قيمة ال و سي بدلالة الفريكونسي. الويب لاند. يبقى انا ده مش هينفع اقوله وحصلنا عليك لائن طوله نص لاندا او ربع لاندا مش كده? اقوله طول فيزيكا. فلازم الماتشنج فريكونسي اترجمها الويب لاند. جوه ترانزميشن لاين ميديم. وبعدين نحول القيمة الالكتريكا او المتنسبة للويب لاند. القيمة ايه? فيزيكا. بالسانتي او بالميلي او تابع. ونصنع الدايرة وبعد كده نبص على الريسبونس بتاعها. فاحنا لما نيجي على السيميوليتور احنا نحط الطول ده. هنحطه كزا ميلي. ها? او كزا سانتي. وبعد كده نبلوت الريسبونس. فالريسبونس هيطلع المفروض لو انا عامل الحسابات صح. يطلع فعلا هي بتماتش عند نفس الفريكونسي اللي انا حسابت الويب لانك على اساسها. حد مش فاهم? كله فاهم? طيب. مين اني حل? يعني انهي دايرة هي سولوشن وان وانهي دايرة هي سولوشن تو. وليه طبعا? في المسألة دي بالذات يعني. مين فيهم? الحل المنقط ومين الحل الصالد? هي رأيكم ايه? الصالد هي اللي فوق? ليه بقى? لا. ما انا عارف ان هي مكتوبة. انا بقول ليه? مش مهم من هي مكتوبة. ما انا عارف ان سولوشن هو الصالد وده هو الضطل. لأ قول لي تاني كده. بتاعها مش هي قوي اللي هو بعد ما بنعد. لما بنبعد عن مالها? طب ايه المشكلة? ايه اللي يعرفك يعني ان هي دي بتاعها مش سريع قوي. وده نعرف من ايه ان هو يترجم ان البندل تبتاحها كبير ولا صغير. كويس يا الملاحظة مظبوطة. ايو يا عبدالله. عبدالله مش كده? العصدك اللي فوق الاندكتف واللي تحت يعني. بس دي ما لهاش علاقة ده مش بتاع فولتج على لاين. ده يا فريكونس الاسبانس. لا لا. دي حاجة ودي حاجة تانية خادص. اه? اه. 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 اه انا معرفش هو بريوديك ولا لا. لان انا عندي الوقت الامنت ان كاسكيد والامنت انشانت. اللي هو. اه. 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 ايوة. نعرف منين بقى ان الاطوال الكبيرة تترجم لباندوث اصغر. يعني تترجم الاسبانس اصرع. ايوة. 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 امين تضروح حوالين الحل. دي سواء الترانسفورمر او الستوب بفارو از تان بيتا والطول. فالوقتي الستوب انا الوقتي انا بقى لسن مين? الفريكنسي. يبقى بيتا هي اللي انا بقى لسن بيرسس الاكسيز بتاعها مش كده او الاكسيز بتاعها. ومين اللي بقى ثابت? الفيزيكال لانكت اللي هو ال. صح? فلو ال ال كبيرة معناها ان بتاع التان لاي تغيير في الفريكنسي هيبقى سريع ولا بطيء? تان بيتا في اكس. اكس دي كبيرة قوي. اي تغيير في بيتا يغير التان بسرعة ولا بطيء? صح? لكن الاكس دي هي الستوب. لكن الطول هو بتاع التان عند النيبرهود ده. فكل ما الطول يبقى كبير بتاع الناين كل ما اي في الفريكنسي يغير بسرعة جدا. تمام? لان فيه تان بيتا ال او تان بيتا دي. فلو دي كبيرة حل للتاني يبقى اي تغيير في بيتا هيخلي الريسبونس ايه? يتغير بسرعة جدا. اللي هو على التان فونكشن يعني لو انا عندي تان تان بيتا اكس. لو انا راسم بيرسس بيتا لقيم مختلفة الاكس. تان هتبقى كده. وفي تان تانية ايه? تمام? دي تان سريعة ودي تان ايه? بطيقة. مش كده مين اللي يحدد بتاعها سريع ولا بطيق? المعامل اللي مضروب في قيمة الحاجة اللي برسم اه الريسبونس قدامها. تمام? اللي هي في الحالة دي الطول. ففي العادي لو انا بتكلم على مش من مصلحتي ان اطوال تبقى كبيرة. لان الاطوال الكبيرة بتترجم لباندود صغير لان الريكنس بيبقى سريع جدا. تمام? طيب اخر نوع اللي هو الكوارتر ويف ده احنا قتلناه بحثا مش كده? الكوارتر ويف ترانسفورمر بنحط وده بيشتغل لو كان اللود ايه? مش كده? لو اللود ريزيستف ده مش محتاجين له سميت شارت ولا اي حاجة ده صح? ده عندي لود بيت اوم رايح لخمسين اوم لاندا بيفور جزر خمسين في مية صحي كده? وقلنا ان بتاع بتاعة لاندا بيفور ترانسفورمر برياضيك. ففيه قباب كده متكررة رسمناها المرة اللي فاتت. لو انا ببص حوالين وبغير قيمة وبغير قيمة بتاعة بتاعة حقدر ارسم عائلة كيرفات. عائلة الكيرفات دي بتقول ان كل ما يكون الكنتراست ما بين زد ال وزد نود كبير. كنتراست ده يعني اما يكونوا بعادة عن بعض واحدة اكبر من التانية قوي او صغيرة من التانية قوي. مش كده? يعني زد ال على زد نود بعشر او او بوينت وان هيبقى لها نفس الريسبونس. يعني لو واحد عشر اضعاف او عشر هو نفس الريسبونس. مش كده? آآ زد ال وعلى زد نود باربعة او بربعة هو نفس الكيرف ده. تمام? اللي هو اللي في النص هنا وفي النص هنا. زد ال على زد نود باتنين ونص هو الايه? الكيرف ده. زد ال على زد نود بواحد. تبقى من الاصل ما لاش لازم ان احنا نعمل صح? بخط ايه اللي ماشي عليه. تكنولوجي وايز كامبليمنتيشن لو انا جاي من وعايز اروح لا مائكروستريب لوق امبيدنس احنا اتفقنا مع مش كده. فلو انا رسم يبقى ده لو انا راسم يبقى ده ده وجيز اعمل ما بين الاتنين دول ده هيكمل ويتوصل بالكليل Labor مثلا. وده هيتوصل بالكليل ايه? للاو تماع. وعايز اعمل فعطيت في النص تمام? الحتة دي طولها كده كام? احنا واحنا بنرسم على الصبورة سهل قوي مش كده? نكتب حاجة ايه? معندناش مشكلة. لما اجي انافز الدايرة دي هلاقي ان ده عنده عرض وده عنده عرض تاني وده عنده عرض ايه? تالت. تمام? اه المفروض ان الحل مش فارقة معي. لكن اه وانا بنفز ان الات دي اللي بنسميها بتعمل مشاكل. لما اجي اصنع ممكن نلاقي ان طالع المتقاس غير اللي كان معموله ايه? اللي معموله تمام? فعندي حل من اتنين. يا اما ان باخد الدايرة اللي يود بتاعها. ودخلوا على برنامج بيحل معادلات ماكسول. ها? بتعمل ايه? الاكتروماجناتك اناليسي. تمام? عشان اعرف الايفاكت بتاع النقلات المفاجأة دي. النقل المفاجأة دي بيبقى لها ايفاكت بيقول ان هي بتاكسايت حاجة اسمها هاي اوردر مود. يعني بتظهر مود تانية غير المود الاصطيه اللي كانت ده. المود دي بتعمل ايه? بتديني او عند الحتة دي. تمام? محدش بيقعد يحط بقى ال او او كباستنس. ما بنعمل ايه? بنديها البرنامج يحل معادلات ايه? يطلع لنا بتاعي تمام? طيب انا دي مدايقاني. يعني مش مدايق ان انا بعمل نقلة ايه? مفاجأة. عندي حل من اتنين. يا اما اقصر ده لو دي الايفاكت بتاعها ان هي بتدي يبقى حعمل ايه? ده اقصر شوية وهي هتعوض القسر شوية اللي فيه ده. مفهوم? النقلة دي بتدي ايه? ايه? زيادة. المفروض يدينا كم? لو دي قدتنا خمس درجات مسلا ودي قدتنا خمس درجات يبقى كده الطول الكل بقى مية. ما بقاش فانا اعمل ايه? لو انا عارف ان دي بتدي اكسترا اقصر ده شوية. بحيث انه هو مع اللي قابليه واللي بعديه حيدينا ايه? ده اول حل. الحل التاني ان انا اخلي النقلة دي سموث. نخليها ايه? سموث شوية متقاش ابرابت. ها? نخليها سموث في ازاي ان احنا نعمل تيبر. نعمل حاجة اسمها ترانزميشن لاين تيبر. يبقى ادي الكوارتر ويف ترانسفورمر. ادي اللي انا عايز اروح له. الامبيدنس الواطية ودي مسلا الامبيدنس العالي اللي انا جاية. امام? فبدل ما احبت ده والزا ده فيه على طول اعمل ايه? اوكي? ويبقى من هنا الى هنا مسلا هو اللي يبقى لان ده بيفون. اي حاجة مفاجأة اي نقلة مفاجأة اي حاجة شغالة عند عالية بتترجم على طول. اما بتقلل بتليمت البانوت شوية. فمن اصطحي دايما ان النقلات تبقى ايه? تبقى سموث. لو انا بعمل تراك على على وعايز الف. تمام? وعايز امشي كده. بعدين عايز اعمل ايه? انزل لتحت. فده كورنر. الكورنر ده بيعمل مشاكل كتير. ممكن يليمت البانوت شوية بسبب اللي فيه. وممكن يعمل رادياشن. النقلة دي. خلو كده السيجنل بتبطق عشان تلف. اول ما السيجنل تكون بتبطق عشان تلف يطلع منها شوية في الهواء على طول. تمام? يحصل تمام? فنعمل ايه في الكورنر ده? الاحسن ان احنا نعمله ميترد. يتشطف كده يعني. ها? بسميها ميترينج. او بنعمله حاجة اسمها شامفرينج. الاتنين نفس الحاجة يعني. في اختلاف بسيط. بالا لغة النجارة نشطف حاجة. ها? نعمله كده على خمسة واربعين درجة. او على ممكن نعمل اللي بره بس. اللي جوه ممكن نعمله كمان او لا. نسيبه زي ما هو كده ايه? تمام? او بدل ما نخلي خليها نخليه نخليه نخليها ايه? تمام? واحنا في البروجيكت العيس هو قلت له جميعاته مجميع او لسه ما قلت لهش مجميع ماذا عملت مجميع؟ واحد بس من كل مجموعة يبعط لي ايميل وانا هبعط له البروجيكت بتاع البروجيكت بتاعه بس عشان نبقى professional يحط بقية زميرو انكابي في حاجة اسمها ايه ايه كابي لاين كده لحط بقية T من ايه انكابي ويكتب لي ايميل كويس يعني ماشا دي اسامي الناس يعني دير فلان اه بليز فايند اتاجت اسامي التيم ويكتب اسمه وانه هو طالب في سهل رابع والاحسن الستيتمنت الاسم بتاع الايميل يبقى برضه له معنى ها ايه الاسي تلتمية وخمسة ايه بروجيكت ستيتمنت ريكوست اكاي في ناس تبعت ايميل بلانك والسابجيكت تاها بلانك وانا اخمى بقى الايميل ده جاي من 100 خبال المرة هنتعلم ازاي نكتب ايميلات كويسة مايش الحال؟ انا كل مجموعة هرد عليها بالايميل واحنا بننفذ الدايرة احنا الهدف ان احنا نعمل دايرة اسكماتيك اسكماتيك يعني نحطها على السيميليتور اللي هو بنرسم فيه الو سي كده لامبت زي ما احنا عايزين او ترانزميشن لاين بطول اا ايديال ان احنا نجينيرات في النهاية ايه؟ بعد الاسكماتيك فيو وان احنا نطلع ليوت ليوت دا يبقى ناقص بس ان احنا نحوله للفورمات اللي بنيعرف يتصنع تمام؟ فاحنا المشروع هيقف عند ان احنا بنجينيرات ليوت ويبقى بعد كده اي حاجة بعد هذا جينيريشن بيبقى بونوس تمام؟ اللي هو احنا نحل اي ام او ان احنا نصنع او ان احنا نقيس او ان الاسات تطلع زي زي السيميوليشن زي كده يبقى ممتاز ياخد درجة مثلا ايه؟ ثلاثة درجة او ان احنا نعمل ليوت يا جماعة لازم ناخد بالنا من الحاجات دي وفي الطول زي ما هنعمل المرة الجاية بيبقى حاطة الكمبوننس دي دي حاطتها عشان الواحد هو بيعمل يحط ايه؟ ياخدها في الاعتبار في الاناليس بتاعه فيطلع اللي طالع من قريب جدا من اللي طالع من الايه؟ قريب جدا من اللي حيتقás في المعمل تمام؟ فحتلاقوا في الطول специфic 완료 عندهم اشتراف الحاجة она لمتازلها تمام؟ لو انا عندي تفريعة تانية عندي مثلا ترانزميشن line وبتفرع على اتنين ترانزميشن line تدين تمام؟ فالحتة دي بتبقى ايه? دي تي جانكشن. بغض النظر هي تي ولا دابلي بقى. ما او في. ما او دي بنسموها تي جانكشن. ان ايه? حاجة تفرعت لفرعين. فرقة واحد تفرع لفرعين. فدي ماينفعش الواحد دي يجي يرسم الى وهنا عندها النقطة بتاعات اللي بنرسم معاها الواير. ويوصل كده بايه? يوصل بواير. هو لما يجي يعمل اللي اوت لازم دول هيتوصلوا ببعض. العلاقة ما بينهم دي اللي هي دي سواء كانت جانكشن او بند او كورنر او واتفر. لازم ندور على الالمنت بتاعتها ونحطها عشان تظبط العلاقات مبين الالمنت. لان هي بتفرق جدا. كل ما تعلق لحد واحد جيجا ممكن ما نحسش بفرق بتاعها قوي. لكن دخلنا بقى العشرين جيجا وتلاتين جيجا واربعين وستين والارقام دي ماينفعش نهمل الدي خلص. تمام? ماشي يا شباب? اه ده بالنسبة الايه للكوارتر ويف? تمام? في هنا عايزكم تجربوا فيه لحد المرة الجاية. بيقول عايزين نسبة عند النقطة او عند اللي طوله عندها بيكون كوارتر ويف فعلا. هي عايزين نسبة ان هو مكافئ لباي ناتو. يعني احنا عندنا ده وطوله لاندا باي فور تمام? عايزين نسبة ان ده اكويفلنت لكده. اوكي? الاندا باي فور سكشن مكافئ لال سيرز واثنين سي اي 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 انشانت. عشان اسبت دي لازم اطلع ال ازا فانكشن اف حاجة والسي ازا فانكشن اف حاجة. ايه نعم? جيبتها في المتحانة او ايه. دي مسألة المتحانة. اش اكزامبل اوي انا. اوكي? فعايزين نسبة النداة مكافئ لده. عايزكم تفكروا ازاي نستابلش الاكويفلنت ازاي نسبة النداة مكافئ لده. اوكي? بحاجة انتو خطوها السنة اللي فاتت يعني. ماشي? نكمل المرة الجاية ان شاء الله.